رسمة الفنية عشان نشوف معانا على التلفزيون الناس عايزة تشوف يعني يبقى معانا كده شوية ترشز عن اعمالك يعني امتى جت البطولة مع يعني حسام الدين مصطفى يعني خرصة عظيمة جدت جت جت امتى دي رحلة برضو انا انا بعد التخرج واشتغلت المسرح كتير ومع سالسعد اردش ومع غيره هو شافك في المسرح اه ده مشهد اهم المسلسل صلاح الدين الايوبي او دور صلاح الدين الايوبي لحضرتك ده صحيح ده نصر الشرق ده نصر الشرق ده عليه جدل كبير هذه الشخصات التاريخية يعني لحد النهاردة مثيرة للجدل جوادب مختلفة ده تأليف الكاتب الكبير سيد محمد ابو العالى السلاموني واخراج الراحة العظيم حسين بديم مصطفى انتاج التلفزيون وانتاج قطاع الانتاج التلفزيون المصطفى يا مونا خرجتنا من الجانب اللي هو الشخصي انا ارجع له تاني بقى فورصة اسألك على الشخصات التاريخية اللي نفسك تقدمها لا كتير انا اصلي احنا مصر تحديدا احنا متعلقين جدا بقل البيت ومتعلقين جدا بالفطرة بكل ما يقربنا الى الله يعني شفت انا اروب ازاي ده صحيح عشان كده انت كنت بتركز على اعمال الدينية والتاريخية اهه وعيدا باقى عن اللي عشر مبشرين بالجنة انا نفسي مثلا نفسي الناس اللي متعلقة جدا بالسيد البدوي وتروح وتزور وتوقف على شباكه من هو السيد البدوي أنا أعلم من هو السيد المدر وعرف سرته كويس قوي عموا كمان علماء عظام طبعا سواء متفقهين في الدين وكانوا محاربين وأبطال كمان وسيرة عظيمة جدا فمين هو إبراهيم الدسوق سيدي إبراهيم الدسوق من هو السيد أحمد الرفاع من أبو الحسن الشازلي لسه كنا في السيرة من هو سيدنا من عطاء السكنداري من ومن ومن يعني حتى المصريين وموالد طب ليه ما نعرفش بدول أستاذ حلمي أنت شايف المشكلة في الكتابة طبعا يعني أن حد يهتمت ده ويكتب هو ده الورق لو على الكتابة أنا أعلم كتاب قاعدين يعني في البيت وعندهم حاجات عظيمة ويقدروا يكتبوا في هذه الموضوعات بعظمة وبكفاءة نادرة طب ما نقول شوية أسماء من المتنامج عندنا النظر إن شاء الله يرجع تاني التوجه التوجه الدولة والإنتاج والقائمين على الدولة مهتمة بالأخلاق جدا جدا لا من التوجه الدولة فنيا القائمين على المبقول الدولة يعني شركات القائمة على الإنتاج